اشتركوا في القناة خلف بيرامدز بفارق 11 نقطة والاهل ليه 4 مباريات مؤجلة عن بيرامدز نرغل حساب اخبار الدور المصري في سبورت 360 وسام ابو علي الاكثر مساهمة مع الاهل في عام عشرين اربعة وعشرين عمل عشر مساهمات تهديفية احرى ست اهداف عمل اربعة اسست الرقم تسعة كما يقول الكتاب على فكرة وسام لسه جاي في يناير فرقم كويس جدا في فترة كمان غاب فيها بسبب الاصابة حوالي مرتين فاعتقد ايجابية جدا الارقام دي في اول ست شهور ليه مع النادي الاهل طب الوطن الرياضي بيتكلموا على ان طبيب الاهل دكتور احمد جبالة بيقلب الموازين في ملف تجديد علي معلول وبيقولوا ان التقرير الطبي اللي كتبوا بشأن مستقبل اللاعب قال ان فيه تحصل للحالة فيه سرعة لاستجابة العلاج مما دفع مسؤول القلعة الحمراء للتحدث مع كولر حول التراجع عن فكرة الرحيل وتجديد تعاقد علي معلول انا بقول لحضراتكم تجديد تعاقد علي معلول ان شاء الله بإذن الله قريب جدا ممكن يكون فيه اخبار جيدة جدا في التوقيت المناسب النادي الاهل عيعلينها بشأن كل اللاعبين سواء معلول او حتى عمر السلية زي ما تقال موقف محمد هاني وزي ما تقال موقف انتوني مودس في ظل لغبطة كتيرة بتتقال برضو قريب جدا هتسمعه الجديد في هذه الملفات لكن تقرير الطبي مش هو اللي بيحسن بالشكل ده لاني الاصابة يعني مش حاجة جمدة لقدر الله ان شاء الله معلول احنا بنتكلم بالكتير اوي خلال شهرين بإذن الله يكون موجود في الملاعب ملعب القاهرة 24 بيتكلموا على ان كولر يجبر الاهلي على رفع مزاد عطية الله في الصيف الناس بعد معرفة ان حصلت اجتماعات مع كولر بشأن الصفقات والمسم الجديد واسماء الراحلين فابتدى يقولوا اصليحي يعطيه الله راجع في الكواليس ممكن يكون فيه تفاوض معاه ملف الصفقات هتسمعه فيه كل يوم جديد وزي ما قلت لحضراتكم فيه اسامي بتتقال هتعرفوا بعد كده ان الاسامي دي مش حقيقية ومع الوقت هتعرفوا ان الاهلي بيفكر في اسماء اخرى فملف الصفقات كل يوم دايما في جديد لكن الكل بيحاول يجتهد حول الاسماء اللي ممكن تقترب من التوقيع للنادي الاهلي كورابلس بيقولوا كولر يجد طلبه بالتعاقد مع مكوينة لاعب وسط سانداون وانا بأكد لحضراتكم مكوينة مش مع النادي الاهلي عايزين تعرفوا المفاجأة مكوينة في الفترة الحالية موجود في اليونان وعنده عروض من اوروبا وعنده عروض من الخليج وسانداون لو بيفكر في الاستغناء عن مكوينة مش هيكون داخل القرى الافريقية فالاهلي تفاوض لا الاهلي تفاوض ولا الاهلي اتكلم ولا مكوينة اصلا عايز يلعب في افريقيا الا من خلال سانداوند وبالتالي يحول حالين موجود في اليونان انا بقول لك وهو خبر جديد طريقا على هذه المعلومة مكوينة حالين موجود في اليونان فكل الكلام اللي بتقالع انه في تفاوض مع الاهلي انا بقول لكم الكلام بأصلا غير حقي نروح كمان لحساب المصر اليوم سانداونز يرفض انتقال مكوينة للاهلي وتجدد المفاوضات مع نجم تونس ادي موقع بيرد على موقع المصر اليوم بيرد على كورا بلس قال له اصلا سانداونز يرفض انتقال مكوينة للاهلي هو سانداونز اصلا الاهلي ما طلبش منه الاهلي ما طلبش من سانداونز اندمام مكوينة ولكن المواقع بتجتهد ان الاهلي عايزه وسانداونز بيرفض ولا الاهل طلبوا ولا سانداونز رفض بس بقولكم المعلومة اللي عند انه سانداونز لو هيسيب ميكوينة هيسيبه لعروض خارجية في اوروبا او في الخليج مش في مصر ولا في القرى الافريقية واللعب حاليا موجود في اليونان نكمل مع بعض ونشوف اللي موجود في تريند الاهلي مصدر ليلا كورة عمر كمال جاهز للداخلية واشعة للتأكد من حالة تاو وده اللي قلنا من شوية معز منا كريم احمد انه عمر كمال الحمد لله تعافى من الاصابة في العضلة الامامية ولسه في اشعة جديدة لبير ستاو والاهم اللي جاية يكون في تدريبات متتالية لعمر كمال ممكن يدخل قائمة الاهلي في مواجهة الداخلية ولا لأ ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله بعد ختام التدريب الوطن الرياضي محمد عبد المنعن يبلغ ادارة الاهلي بموقفه النهائي من الرحيل الوطن قال ايه بقى عبد المنعن بلغ الادارة ومسؤول قطاع الكرة بالرحيل عن الاهلي بشكل رسمي وعدم البقاء في الصيف اللي جاي وقال ان عنده عروض من اوروبا ومن الخليج وان بنسبة كبيرة هينتقل للدور الفرنسي بنسبة تتخطى الستين في المية وان هو حاطت الاحتراف في اوروبا في المكانة الاولى واجل فكرة الاحتراف في السعودية وانا بقول لحضراتكم لغاية اللحظة دي مفيش اي كلام عن هذا الشأن ومفيش عرض رسمي وصل للاهلي بشأن محمد عبد المنعن ولكن في وكلاء بيتكلموا في التفاصيل دي كتير اخر حاجة بيقوله الاهلي يكتفي بصفقة يوسف ايمن في الدفاع بشرط نفس الكلام كان بيتقلق بكده على زين الدين بالعيد طب ايه اللي هيحصل لسه الملفات دي مفتوحة وهنشوف اللي هيحصل الفترة اللي جاي نبدأ المشاركات والسؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة الهيكلة اللي تمت فيه ملف التحكيم رأيكم ايه في قرار اتحاد الكورة في هذا الملف تلين بتقول تحياتنا ليك اكيد شكرا جزيلا لحضرتك اتحاد الكورة نفسه يحتاج ثورة قروية تخلعه من جزور الفشل فازاي اتحاد الكورة نفسه هو اللي هيعمل اعادة هيكلة للتحكيم اللي وصل لمرحلة متدنية وكل قرارات الاتحاد تؤثر على الحكام في الملعب وربنا يسطل على نهاية الدوي راتب بيقول مساء الخير تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا لك حرقة متعودين عليها بالرياضة المصرية ولن تؤتي بسيمار لان لجنة التحكيم اساس اختيارتها ليس للكفاءة بل من صاحب التربطات ومن يقدر يحشد الحكام لصالحه اخر تعليق معايا فاتح بيقول يتوقف على ما ستفرزه اعادة الهيكلة اذا بعدنا عن الاشخاص اللي فشلوا قبل كده واحصلنا الاختيار بالتأكيد اداة التحكيم هيتغير الى الافضل خاصة لو تم اختيار من يشهد لهم بالنزاهة وغير محسوبين على اي احد ولا يخشون في الحق احد يعني دي كانت ابرز التعليقات حاولت اختار كده مجموعة معينة لان انا عارف وشايف ان الجمهور يعني متضايق جدا والتعليقات غاضبة جدا من اللي بيحصل فيه ملف التحكيم ولكن في النهاية نتمنى الافضل في الفترة اللي جاية سواء دكتور عزب حجاج انضمام دكتن وجيه احمد حتى في نهاية الموسم اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية احنا معاكم بنتابع الملف ده اول بول والحمد لله كل الاخبار الحصرية في الملف ده هتسمعوها هنا من خلال برنامج التريند شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا حلقة جديدة ولقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء